يمكن أنا كنت بقول أنه كلمة أستاذة فريدة في جلسة الثقافة والهوية يوم الخميس كانت كلمة مهمة جدا ومتصقة مع تاريخ طويل للأستاذة فريدة الشباشي ومتصقة مع مواقف كانت شديدة الأهمية وابرزها الموقف الشهير في زاعة منتقر له في فرنسا زمان وهنا ده هيخليني هسأل على وإحنا بنتكلم على الحوار الوطني من خلال التجربة بتاعت حضور حضرتك لجلسات الحوار ومن خلال التجربة بتاعت كلمتك ولا لقت استحسن لكل درجة أنه عادة ما إحناش معتدين على التصفيق ولكن صفق الحضرين لكلمة أستاذة فريدة بتشوفي جلسات الحوار في أي إطار ومدى أهميتها شوف أنا بلاقي أن الحوار الوطني هو أساسا خطوة رائعة وأنه دي حتتكتب في تاريخنا بحروف من نور أنه يبقى فيه حوار كلنا كمصريين وكلنا كعرب وكلنا كإنسانيين يعني منتمد للإنسانية بنشوف يعني نتلافق كل السلبيات ونعظم كل الإيجابيات إحنا النهاردة في سماوات مفتوحة حوار علني حوار فيه كل أطياف الشعب المصري كل الأراء وكل الأفكار واللي عايز يقول حكا يقولها لأن يعني مفيش حد الوقت ممكن يقولك أنت لي بتقول كده قوله أنا شايف أن ده كويس البلد ما هو ده الحوار الوطني هو كده فلازم إحنا نسخ في أن وحدتنا الوطنية وتمسكنا بهويتنا المصرية هو ده أمضى وأكثر سلاح فعال وعظيم وحاسم اشتركوا في القناة